في ظل تزايد معدلات الإصابة بسبب فيروس كورونا في بلدية غدامس والمناطق المجاورة لها يعاني مركز العزل في مستشفى غدامس العام من نقص شديد على مستوى المواد الطبية والإمكانات لمعالجة المرضى وإنقاذ حياتهم طبعا القسم من داخل مدينة غدامس يستقبلها بحالات من درج وأوال ومناطق البعيدة ومن داخل مدينة غدامس ففي بعض نقص في بعض الحاجات زي مثلا المنظمات فيه نقص بعض الأدوية فيه نقص بعض المستلزمات الطبية والمعاقمات فيريت لي لعني لو أن أصحاب المراكز بالدولة لو يهتموا بنا شوية على أقل يلقوا نظرة للمناطق البعيدة داخل البلاد وما يزيد الطين بالله هو قلة الدعم الذي يجب تقديمه للكوادر الطبية المتطوعة والعاملة في المركز حتى أن توفير الطعام والمشرب يكون على حسابهم الخاص طبعا الطاقم الطبي من طبية وطبية مساعدة طبعا طاقم كلها متطوع فداخل على إيرادته نظر للمرضى فدير راحة للمرضى بدرجة أولى وللبلاد بدرجة ثانية فنسعو أننا نقدم أفضل خدمة للمرضى بالأمكانيات معناتها الموجودة عندنا واقع دفع إدارة المركز إلى منشدة الجمعيات الخيرية وأهل الخير للتبرع بما تجود به أنفسهم للمركز وفي الوقت الذي يتهافت فيه الساسة على تقلد المناصب يسارع جلود الجيش الأبيض إلى إنقاذ الأرواح والسهر على راحة المرضى